موسيقى أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية لكم في هذه الظروف الاسطنائية مرة أخرى وتحية مرة أخرى إلى طاقم أو لجنة التعليم عن بعد في جامعة الأقصى على جهودهم التي يبدلونها من أجل التواصل بين الطاقم الأكاديم وبين طلابهم في هذه الظروف الاسطنائية بكل تأكيد نلتقي مرة أخرى في الفصل الثامن موجز تاريخ القدس ونلتقي في هذه المحاضرة التانية كي نتكلم عن موضوع آخر إن شاء الله تعالى بعد أن تكلمنا في الحلقة الأولى عن مدينة القدس من الناحية الجغرافية وعن الاحتلال الإنجليزي لمدينة القدس وما حدث في ذلك الوقت وكيف تطورت مدينة القدس إداريا تحت سيطرة بريطانيا وعن إجراءات اليهود منذ الدولة العثمانية لتهويد مدينة القدس في ذلك الوقت وأيضا تحدثنا عن المؤسسات العربية والصهيونية داخل مدينة القدس أما في المحاضرة التانية الآن سنتكلم إن شاء الله تعالى عن مدينة القدس في عدد من المقترحات السياسية واللجان الدولية التي تعرضت القضية الفلسطينية أولا سنتكلم إن شاء الله تعالى عن مشروع اللجنة الملكية بيل سنت 1937 الكل يعلم أن اللجنة الملكية التي كان يرأسها بيل لذلك نقول اللجنة الملكية أو لجنة بيل أو اللجنة الملكية بيل عام 1937 جاءت بعد عام من الثورة الفلسطينية الكبرى التي قامت عام 1936 إلى عام 1939 ميلادي لجنة بيل أو اللجنة الملكية تعرضت إلى الكثير من الأشياء تتعلق بالقضية الفلسطينية واقترحت التقسيم في ذلك الوقت وأيضا من ضمن الأشياء التي وردت في بنودها تحدثت يعني بشكل ربما مفصل عن مدينة القدس فمما جاء في اللجنة الملكية بيل عن مدينة القدس أنه جاء في تقريرها أنه تقسيم فلسطين يخضع بالضرورة إلى شروط المحافظة على قدسية القدس بمعنى آخر أن تقسيم فلسطين لدولة عربية ودولة يهودية كما جاء في اللجنة الملكية بيل لن يؤدي بأي حامل الأحوال إلى الإخلال بشروط المحافظة على بقاء القدس يعني وبتلحم كما هي اثنين ضمان الوصول الآمن إلى الأماكن المقدسة لمن أراد باعتبار ذلك أمانة حضارية أي كل شخص من حقه سواء كان مسلم مسيح يهود أن يذهب إلى مدينة القدس للصلاة أو العبادة أو التجارة أو إلى ما يشاء في ذلك الوقت ثلاثة ينشأ ممر آمن يصل مدينة القدس بيافة مرا باللد والرملة لماذا طبعا يعني الممر الآمن الموجود بين يافة وبين القدس ربما يعني يعلم البعض أن أقرب ميناء إلى مدينة القدس ويافة فكي يكون حركة المسافرين والحجاج والتجار والزوار والمسافرين سهلة وسلسة في ذلك الوقت كان الأجانب والزوار يأتون إلى ميناء يافة يركبون السكة الحديد من يافة إلى القدس يصلون بعبد ربهم وما إلى ذلك ثم يركبون القطار إلى ميناء يافة مرة أخرى ويركبون السفن ثم يغادرون إلى حيث جاءوا لذلك أقرب ميناء كان هو ميناء يافة لذلك كان هناك خط آمن أو ممر آمن يصل بين القدس وبين يافة حتى يوفر الوقت والجهد للحجاج والتجار الذين يأتون إلى فلسطين وإلى مدينة القدس تحديدا أربعة ليس هناك نية لجعل سكان المنطقة أي مدينة القدس يحكمون أنفسهم بأنفسهم بمعنى آخر لن تكون القدس في يوم الأيام مكان مستقل أو ما إلى ذلك لأنه يعتبر أن حماية الأماكن المقدسة هي أمانة وأنه يقع على بريطانيا حماية هذه الأماكن خمسة يعهد للدولة المنتدبة بين قسين اللي هي بريطانيا أن تقوم بالحفاظ على الأوقاف الدينية والأبنية والمقدسة طبعا سواء كانت إسلامية أو مسيحية أو ما إلى ذلك أي مكان مقدس تقوم بحمايته والوقوف عليه والحفاظ عليه فقط من قبل بريطانيا أي الدولة المنتدبة وليس لأحد آخر أن يشاركها يعني هذه الحماية ستة سيكون جميع السكان داخل الأماكن المقدسة على قدم المسواة ولا يوجد أي تمييز بينهم في المسائل الاقتصادية أو الاجتماعية أو المالية نتكلم الآن تانيا على مشروع مرسون مشروع مرسون كان يعني ربما يعني يقوم على فكرة اتحاد فدرالي يعني منطقتين يهودية ومنطقة عربية لكن فيما يتعلق بالقدس وطبعا يعني بالأساس وقسم فلسطين كلها إلى أربع مناطق منطقة يهودية ومنطقة عربية والقدس والنقب أربع مناطق مرة أخرى المنطقة اليهودية والمنطقة العربية والقدس والنقب إذن كانت القدس في مشروع مرسون الفدرالي في ذلك الوقت القدس كانت واحدة من أربع أجزاء داخل فلسطين وفيما يتعلق بالقدس نفسها اقترح مرسون أن يكون في القدس تقريبا مجلس بلدي أو مجلس لو صلاحيات مجلس بلدي بتم انتخابه من قبل اللي هو يعني الناس على أن يكون للمندوب السامي حق تعيين بعض أعضاء هذا المجلس البلدي داخل مدينة يعني القدس ثالثا نتحدث عن القدس في مشروع اللجنة الدولية اليونسكوب 1947 أي اللي هو ما جاء في قرار التقسيم سنة 1947 أو مشروع العرف رقم 181 في مشروع التقسيم يعني صوتت عليه جميع العالم كما يعلم الجميع ربما في 29 نوفمبر 1947 ودعى طبعا إلى تقسيم فلسطين دولة عربية ودولة يهودية أما فيما يتعلق بالقدس فدعى أن يكون لمدينة القدس كيام منفصل خاضع لنظام خاص ونحن نعلم تماما أن دولة عربية ودولة يهودية والقدس والأماكن المقدسة تخضع لنظام دولي خاص اتنين يتم تعيين مجلس وصاية داخل مدينة القدس يقوم بالأعمال الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة ثلاثة مجلس الوصاية اللي يتم تعيينه في ذلك الوقت يقوم بوضع دستور لمدينة القدس دستور خاص أربعة اللغتان الرسميتان داخل مدينة القدس اللغة العربية واللغة العبرية طب لماذا مش لغة انجليزية موجودة؟ لأن بريطانيا كانت قد أعلنت قبل قرار التقسيم في 29 نوفمبر 1947 أنها ستنسحب من فلسطين بحلول 15 مايو أيار 1948 فبريطانيا هيك هيك منسحبة من فلسطين فلا داعي لوجود اللغة الإنجليزية لغة ثالثة داخل مدينة القدس لذلك نص القرار الدولي تبع قرار التقسيم في 29 نوفمبر 1947 على أن اللغتان الرسميتان فقط داخل فلسطين اللغة العربية واللغة العبرية ستة يعاون أو يقوم أو يتم تعيين حاكم المدينة من قبل مجلس الوصاية نفس مجلس الوصاية بيضع دستور وبعين حاكم للمدينة على ألا يكون حاكم المدينة تبعة القدس من الدولة العربية ولا الدولة اليهودية يعني لا يكون عربي ولا يكون يهودي ستة يعاون حاكم القدس موظفين يتم اختيارهم بالتساوي أو يعني يراعي حاكم القدس أنه مش كل الموظفين يكونوا من المنطقة العربية ولا كل الموظفين يكونوا من الدولة اليهودية يعني يحاول يراعي المساواة في موظفين وما بين دولة عربية وموظفين من الدولة اليهودية كي يعنوا في إدارة مدينة القدس وأنه يكونش فيه يعني تمييز في اختيارهم سبعة يتميز حاكم القدس بحق النقد على أي مشروع يتعارض ويتنافى مع الدستور الموضوع مسبقا لداخل مدينة القدس إلى هنا ندخل فيه الآن يعني حرب عام 48 ونتائج حرب 48 على مدينة القدس يعني دائما ندرس طلابنا أنه عندما أعلنت البريطاني أنها ستنسحب بتاريخ 15-45-48 كان كل من العربي واليهود أيضا في داخل فلسطين يستعدون إلى ما بعد 15-5-48 أي موعد انسحاب بريطانيا من فلسطين كان يجب على العرب أن يدافع عن أنفسهم وعن أراضيهم وعن وطنهم في ظل وجود استيطان ضخم جدا وفي ظل وجود مستوطنات هائلة وفي ظل زيادة للهجر اليهودية وفي ظل المحباء البريطاني لليهود بمعنى آخر أنه كانت البريطانيا دائما تعمل على تسليح اليهود داخل فلسطين وتمدهم بأحدث الأسلحة وتسمح لهم أيضا بتسليح أنفسهم بطرقهم الخاصة وكان اليهود أيضا في زمن الاحتلال البريطاني يصنعون الأسلحة وكان ما ينقص عليه من أسلحة يستوردون من الخارج من دول أخرى أوروبية مثل تشيكسلوفياكيا ودول يعني أخرى لذلك كان يجب مستعدين تماما نفسيا وعسكريا وتدريبيا وجهزين للحرب بينما بريطانيا في ذلك الوقت كانت تسعى خلال فترة انتتابها إلى مجابة ومقاومة أي فلسطيني يحمل السلاح وأي فلسطيني كان لديه خرطوش فاضي رصاصة فارغة كان ذلك كفيل أن يذهب بالفلسطيني ذاك إلى حبل المشنقة يعني في الوقت اللي حرمت فيه بريطانيا الفلسطينيين من التسلح أو استراد الأسلحة أو استملاك الأسلحة أو ابتلاك الأسلحة لحماية أنفسهم وكان ذلك يذهب بهم إلى المشانق سمح لليهود بالمطلق أن يتسلحوا ويستوردوا الأسلحة أو يصلنوا للأسلحة وحيانا كانت بريطانيا تمنحهم الأسلحة أيضا فكانوا اليهود مستعدين أكتر تماما للحرب من العرب بشكل كبير يعني جدا لكن هذا لم يمنع العرب من تجميع ما لديهم من أسلحة قديمة تعود ربما للحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وبقايا أسلحة من هنا ومن هناك وبالنتيجة أيضا كانت موازين القوة كلها مختلة لصالح العصابات الصهيونية بشكل مطلق لكن هنا يجب أن نسجل أن هناك مواقف من البطولة التي قام بها الشعب الفلسطيني وقام بها أيضا العرب كان لدينا بعض الفصائل المقاومة مثل كتائب الجهاد المقدس بقيادة عبدالقادر الحسيني قام بجمع عشرات وربما مئات وألاف المقاتلين الفلسطيني المتطوعين طبعا واستطاع أن يسلحوا أنفسهم بما تيسر كما قلنا قبل قليل من بقايا أسلحة بقايا أسلحة متروكة من الحرب العالمية الأولى والتانية وعندما كانوا يكون هناك نقص في الأسلحة كانوا يعني يجلبوا هذه الأسلحة من قبل مهربي الأسلحة من الأردن ومن سوريا وكان السلاح في ذاك الوقت يعني مرتفع جدا في القيمة كان الإنسان ربما يضطر يبيع ذهب زوجته وذهب أخته وذهب أمه حتى يحصل على بندقية واحدة وإذا حصل على بندقية في الغالب لا يجد لها يعني دخيرة مناسبة وإذا توفرت الدخيرة لا يجد أيضا يعني ما يعين على يعني استمرار هذا الإمداد في الأسلحة والدخائر حتى يستطيع أن يواصل قتاله ضد العصابات الصيونية ضد بريطانيا في ذلك الوقت الشعب الفصين لم يكن يقاوم فقط يعني عصابات صيونية لا أو كان يقاوم عصابات صيونية يقاوم أكبر إمبراطورية في العالم للبريطانيا وكما ذكر المؤرخون هي الإمبراطورية التي لا تغيب عن الشمس دولة عظمى كبيرة جدا توازقوة أمريكا الآن في الوقت الحالي ورغم ذلك سجل الشعب الفلسطيني مواقف جميلة جدا وأسطورية جدا في مقاومة هذا الاحتلال البريطاني وفي مقاومة العصابات الصيونية فالحاج عبدالقادر حسيني سلح مجموعات حواليه سميت كما قلنا قبل قليل كتائب الجهاد المقدس أيضا كان عندنا بعض المجموعات العربية طبعا بريطانيا قالت أنه لمن بعض الدول العربية أو بعض الجيران العرب لفلسطين قالوا نحن سندخل فلسطين قبل 15-5 لحماية الشعب الفلسطين أعنى البريطاني أنه أي دولة عربية أي جيش عربي بدخل فلسطين قبل 15-5-48 أي موعد سحاب بريطانيا من فلسطين فإن ذلك سيكون مدعا للحرب يعني أي جيش عربي بدخل قبل 15-5-48 بريطانيا ستعمل ضده حرب وتخرج القوة من فلسطين بعد 15-5 يخش يخش وليطلع يطلع لكن حتى 15-5 لن تسمح البريطانيا لأي جيش عربي بدخل فلسطين لحماية الشعب الفلسطيني وهذا طبعا أهل العصابات الصيونية للاستعداد بشكل مطلق لهذه المعركة المستقبلية أعلى كنت حال فيه أن بعض العرب رسميا لم يستطيعوا أن يدخلوا فلسطين بجيوشهم فدخل بعض المتطوعين العرب بشكل سري إلى فلسطين وكونوا مجموعات وعرفت باسم جيش الإنقاذ وكان على رأسهم يعني القائد فوز القاوقجي في ذلك الوقت فوز القاوقجي بالمناسبة هو من أصل لبناني بقود مجموعة من المتطوعين العرب يعني عدت بالمئات في ذلك الوقت طبعا من المعارك التي كانت مهمة جدا في ذلك الوقت في معارك الدفاع عن القدس ومدينة القدس قيام عبدالقاد الحسين بالدفاع عن هذه المدينة يعني باستماتة كبيرة جدا واستبسل في الدفاع عن هذه المدينة وحاول يعني يهاجم القوات الصيونية والعصابات الصيونية في مدينة القدس الغربية واستطاع أن يحاصر بالمتطوعين اللي معاه مدينة القدس الغربية ومنع الاتصال وقطع طرق التواصل بين القدس الغربية وبين تل أبيب في ذلك الوقت وخاض مع العصابات الصيونية والقوات البريطانية يعني معركة كبيرة جدا اسم معركة القسطل استمرت لأيام طويلة وفي نهايتها وتحديدا في 8 أبريل نيسان 1948 استشهد عبدالقادر الحسين في هذه المعركة معركة القسطل مقبلا غير مدبر أما يعني قوات المتطوعين العرب أو جيش الإنقاذ في النتيجة يعني ضغطها على الدول العربية وبالآخر يعني اضطروا إلى الانسحاب من فلسطين بعد أن قاموا يعني جزئيا بالدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته في ذلك يعني الوقت على كل حال بعد استشهد طبعا عبدالقادر الحسيني وانتقاما من معركة القسطل ولأن العرب والمقاومين الفلسطينيين استطاعوا محاصرة مدينة القدس وقطع طرق التواصل والمواصلات بينها وبين تل أبيب ارتكبت العصابات الصونية مجزرة دير ياسين بعدها بيوم واحد وقتل أو سشد على أطرة المئات من أبناء الشعب الفلسطيني جلهم من الشباب والأطفال أسف جلهم من الشيوخ والنساء والأطفال عندما قامت حرب 48 في 15 مايو تقريبا دخلت القوات العربية أعلن عن قيام دولة إسرائيل ودخلت القوات يعني العربية إلى فلسطين وقامت حرب 48 والعرب طبعا في القدس الشرقية سنجدوا بالأردن أقرب دولة إلهم الأردن الملك عبدالله الأول في ذلك الوقت لكن قائد الجيش الأردني كان قلوب باشا هو بريطاني موظف في وزارة الدفاع البريطانية بيأخذ راتبه من الحكومة البريطانية فهو لم يرى في ذلك الوقت أن القدس الشرقية ربما تكون مهددة من قبل العصابات الصيونية لذلك تراخى يعني في البداية وتردد في البداية في إرسال التعزيزات لحماية القدس كي لا تسقط بيد اليهود هذا تأدى طبعا في البداية إلى أنه كل القدس الغربية أصبحت طبعا تحت سيطرة العصابات الصيونية وبدأ اليهود يحاولوا الآن إنشاء السيطرة على الأحياء الشرقية من مدينة القدس أي الذي يسكن بها السكان العرب والمسلمين المسيحيين على حد يعني سواء لكن استبسال عبدالله التل قائد القوات الأردنية في القدس أوقع المهاجمين اليهود في مصيدة قد نصبها لهم ولم ينجوا من المهاجمين اليهود على مدينة القدس الشرقية إلا عدد قليل في ذلك الوقت لكن الحي اليهود أيضا في البلدة القدومة يعني سقط سقط وسيطر عليه اليهود في ذلك الوقت على كل حال يعني كان قتال ضاري في مدينة القدس وهناك أيضا شكل من أشكال أيضا اللامبلاء من بعض الدول العربية أو الجيوش العربية تجاه يعني حماية المقدسات أو حماية القدس وبقية المناطق في ذلك الوقت وقت ما قلنا كانت العصبات صينية مسلحة تسليحا جيدا كانوا بيجلبوا الأسلحة للتشيكية من التشيكوسلوفاكيا وكان عندهم أسلحة كبيرة جدا ومتطورة جدا وكان عند اليهود أيضا خبرة قتالية لأنه عدد كبير جدا من اليهود شاركوا في الحرب العالمية التانية مع بريطانيا في ذلك الوقت وكان منهم يعني موشي ديان وموشي ديان نفسه أصيب يعني في الحرب وفقد عينه وكلنا بنشوفه ربما وضع جلدة على عينه لأنه فقد هذه العين في أثناء قتاله في الحرب العالمية التانية لصالح يعني بريطانيا على كل حال فيه صار أنه أكتر من تهدئة وأكتر من الدنيا في الحرب يعني 48 واستؤنف القتال يعني في 9 تموز يونيا 1948 وتحول الوضع العسكري اللي كان موجود في البداية يعني شوي لصارح العربي لحد ما تحول مرة أخرى بعد استراد الأسلحة من أوروبا لصالح العصابات الصهيونية في ذلك الوقت وسقطت الكثير من المدن الفلسطينية وأجزاء من مدينة القدس تحت سيطرة أيضا العصابات الصهيونية فيه 15 تموز صدر قرار بوقف اطلاق النار وإعلان اللي هو الهدنة حيث التنفيذ الهدنة التانية وقسمت القدس إلى 3 مناطق في ذلك الوقت المنطقة الغربية التي يعيش فيها اليهود تحت سيطرة العصابات الصهيونية وقوات الكيين الصهيوني والمنطقة الشرقية اللي بيسكن فيها طبعا اللي هو العرب مسلمين ومسيحيين أصبحت تحت سيطرة الجيش الأردني وبين القدس الشرقية والغربية كان عندنا منطقة عازلة بسموها الأرض الحرام أي الأرض التي لا يسيطر لا عليها العرب ولا بسيطر عليها اليهود في ذلك يعني على الوقت طبعا يعني للأسف الشديد أنه أثناء القتال وقعت بعض القضائف بالقرب من المسجد الأقصى وقبة الصخرة وربنا لطف في هذه الفترة بعد سرايان الهدنة الثانية برز الكثير من عدم الانسجام في المواقف العربية وقامت عندنا في قطاع غزة حكومة عموم فلسطين تم عقد مجلس وطني فلسطيني في قطاع غزة وتم الإعلان عن حكومة عموم فلسطين أجل إنقاذ ما تبقى من فلسطين طبعا نحن بنعرف أنه في حرب 48 في النكبة سيطرت إسرائيل أو العصابات الصيونية على حوالي 78.4% من أرض فلسطين يعني أكثر من 3 أرباع فلسطين وقع تحت سيطرة البريطانية ولم يتبقى من فلسطين إلا 3 مناطق تحديدا قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية طبعا بعد ذلك قام الأردن بضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أيضا وفيما بعد تم يعني ضم غزة أو قطاع غزة للإدارة المصرية وبالتالي تبخرت كل فلسطين وكان هناك فرصة حقيقة بعد نكبة 48 أنه تبقى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية أن يعلن عن قيام دولة يعني فلسطينية أو شكل من أشكال الدولة أو حكومة فلسطينية لكن للأسف الدول العربية جميعا لم تكن متفقة على هذا الأمر وعندما أقيمت حكومة عموم فلسطين في قطاع غزة لتفرض سيطرتها على قطاع غزة والضفة الغربية وتقيم كيان فلسطيني ما على شكل دولة أو حكومة تمثل الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وفي الخارج وفي المحافل الدولية للأسف هناك بعض الدول العربية كالأردن وغيرها رفضت وجود حكومة عموم فلسطين وفي بعض الدول مش بس فقط رفضت وجودها إنما حاربت وجودها أيضا يعني هي قاومة وجود حكومة عموم فلسطين يعني الأردن هو لم يعارض فقط حكومة عموم فلسطين بل قاومها ورفض وجودها تماما وسعى إلى إنهاء وجودها يعني في ذلك الوقت أيضا بعض الدول العربية لم تستجب لدعب حكومة عموم فلسطين وبعض الدول الأخرى لم تكن مبالية بالأساس إذن مواقف الدول العربية ما بين اللامبالة وما بين مقاومة حكومة عموم فلسطين لذلك حكومة عموم فلسطين التي أسست وأولنت في أكتوبر 48 أي بعد النكبة تقريبا مباشرة يعني كانت خير دليل على المواقف العربية المتراخية تجاه القضية الفلسطينية وتجاه أمال وطموحات الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته للأسف الشديد فشلت حكومة عموم فلسطين ولم تستمر وقتا طويلا ربما أقل من عام ثم أصبحت يعني من التاريخي ومن إيش ومن الماضي وكما قلنا الضف الغربي راحت للأردن وقطاع غزة راح لمصر وبالتالي كل فلسطين يعني لم يبقى لهم يعني شيء يقيم عليه أي كيان يعني فلسطيني انتهت حرب 48 انتهت حرب 48 وكان اليهود بسيطر على حوالي يعني من نسبته حوالي 84% من حدود بلدية القدس للأسف انتهت حرب 48 وكان اليهود بسيطر على حوالي 84% من بلدية أو من القدس القاضعة لبلدية القدس في ذلك الوقت يعني مساحة ضخمة جدا سيطر عليها اليهود لأن احنا بنعرف أن مناطق القدس الغربية أكبر أضعاف مضاعفة من القدس الشرقية هنا نتكلم على اللي هو آخر شيء إن شاء الله تعالى اللي هو القدس الغربية تحت سيطرة الاحتلال يعني الإسرائيلي لم تقم ما يسمى إسرائيل في ذلك الوقت لم تقم فورا بمجرد السيطرة على القدس الغربية بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل لماذا؟ لأن إسرائيل كانت تسعى كي يعترف المجتمع الدولي وتحديدا الأمم المتحدة تعترف بإسرائيل لذلك لو أعلنوا القدس عاصمة لإسرائيل ربما هذا يؤدي إلى يعني رفض بعض الدول ويعيق مصار قيام الأمم المتحدة بالاعتراف بأن القدس عاصمة لدولة إسرائيل لذلك أجلت قيادة الدولة الإسرائيلية إعلان القدس عاصمة حتى قامت الأمم المتحدة في 11 مايو أيار 1949 بالاعتراف رسميا بالكيان الصهيوني دولة لليهود وفي 13 ديسمبر 1949 أي بعد حوالي يعني خمس ست أشهر تم الإعلان رسميا من قبل الكنيسة الإسرائيلي أن القدس هي عاصمة إسرائيل طبعا القدس الغربية في ذلك الوقت لأنه لم يكنوا قد سيطروا على القدس الشرقية إذن أعلنوا القدس عاصمة لدولة إسرائيل في 13 ديسمبر 1949 بعد أن قامت الأمم المتحدة بالاعتراف بإسرائيل دولة في 11 مايو أيار 1989 إلى هنا ننتهي من المحاضرة التانية في هذا المصاق نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تعمل فائدة عليكم جميعا وشكرا لكم مرة أخرى وكونوا بخير